اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي والتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة شرح دروس مادة علوم الحياة الأرض بالنسبة للمستوى ذي التانية باكالوريا علوم الحياة الأرض خيار فرنسي ولمسلك دولي التانية باك إز في تي أوبسيون فرنسي ولا سكشون فرنسيز ولا بيوف طبعا هل حنا وصلنا لآخر وحدة والآخر درس لي هو الدرس الثالث اللي عندنا تحت عنوان ديال La Granitization Is a relation with the Metamorphism واللي هي القرانيتية وعلاقتها بظاهر التحول مش كنقول القرانيتية كنش في نفس الحصري داس التشكل ديال صخور القرانيت كيفش كيتشكلوا هات الصخور ديال القرانيت وعلاقتهم بالتحول يوم شاء الله بحول لعدنا المحور الثاني اللي عندنا فيه Lana taxi Is a relation with the formation of the mountain واللي هي هاد الاناتيكتية والتشكل ديال الصخور القرانيتية القرانيت الاناتيكتية بالضبط والعلاقة دياله مع السلاسل ديال الجبال اللي كنش فينا بدأو على بركتي الله وغان بدأو بأول فقرة اللي فيها Condition de cristallization دي مغمى قرانيتيك واللي هي ظروف التصلب ديال الصهارة القرانيتية الاناتيكتية بالضبط وحد المنحنة المنحنة تابعي تلحال كما ديما كنخدمو في تروازاكس تلحية ديال محاور پرمير زاكس ديال لپرسيان ان ميجا پاسكال ديال دقت بل ميجا پاسكال محور تاني هوريزونتال ديال la température وتعليش دوتنال لديهم اكثر درجة دي الحرارة بالدرجة intentions وطبعまفة بطبيعت الحال ياعج ان مكون اغرق في الارض تقريبا تزايد عندي الحرارة قدمك يتزاد عندي الضغط افكتيف ما. هنا هاد المنحنه هاد قسمه لنا لجوج. عندي هنا ليطا لكيد الحالة السائلة. وعندي هنا ليطا سوليد. علاو في الحصري داس قلنا بطبيعة الحال قدمك يتزاد عندي الظروف ديال درجة ديال الحرار والضغط. قلنا شفونا هاديكلا سيكونس متامغفيك ليه المتتارية التحولية. قلنا كنتاقلو من شيست لميكاشيست لقنيس. هادو هما السخور المتحولة. يعني في الاتا سوليد. كانوا في الحالة الصلبة. قلنا فاش كتزاد عندي الحرار والضغط. شنو كيتر هاد السخور المتحولة. هاد لغوش متامغفي. قلنا كيتر لهم الانسهار. لا فوزيون. كينسهرو. كان حصل على الميغماتيت اللي قنيس صخرا. اللي وقع الانسهار الجزئي ديالقنيس. ومن بعد فاش كتزاد الحرارة. شنو كيوقع كيوقع لا فوزيون. كمبلت ديال اش ديال اذيك الميغماتيت. شو كان حصل على الصخرة ديال القرانيت. وكان حصل على الصهارة. هادك الصهارة ديال القرانيت. كان في الحالة السائلة. فانا جميع الصخور اللي عندي في هاد المجال هاد. جميع الصخور اللي عندي في هاد الجياء هادي. فاي الحالة ديالها سائلة. يعني كتكون على شكل صهارة. كتكون صخور دائبة. فهم جميع الصخور اللي كينا في الجياء هادي ديال المنحنة. فراها غادي تكون سائلة. بينما جميع الصخور اللي كينا في الجياء من هاد المنحنة الزرق الهد جياء. فهي في الحالة السلبة. وداي يغطونا هاد المنحنة هاد الكوغب هادي ديال بالأس درق. اللي كتربريزنتي ديال. كوغب ديال صوليديفيكاسيون. اللي هي المنحنة ديال التصلب. ولا الليميت ديال صوليديفكاسيون. للي الحدود ديال التصلب. بمعنى انه جميع الصخور اللي كتواجد عندي انطلاقة من هاد المنحنة لهاد جيه هادي فكلها كتكون صخور متصلبة يعني كتكون غيجيد صلبة بينما جميع الصخور من المنحنة لهاد جيه هادي فكتكون في الحالة سائلة دونك هنا في هاد المنحنة قلنا كنقلبو وليف هاد ميبيان كنقلبو على الكانديشون ديال الكريستاليزازيون بمعنى الظروف ديال التصلب ولا ديال التسخر ديال السهارة يعني كتولي الصلبة هاد المنحنة هادا الى اردتو معي البال هنا في البداية كانت قريبا فوح تونمية ونقولو تونمية وتسعين تونمية وتمانين ديقري سلسيوس مع الزديادة ديال العمق والزدياد ديال الضغط شنو كيتران هاد المنحنة وش منحنة غادي لها تجاتها وكيتزاد لا مع الزدياد ديال الضغط و العمق المنحنة كيتناقص كيتناقص لنك تكون عندي ديمونيسيون ديال الصوليديفكاسيون ديال الغوش ديال المقمة بمعمل بمعنى ما شمعنقو نقصد بهذهض بهذه الدرعي عندنا اخذ activists مثل kendra اخذinent واحد الصخرة فهد دورو فهدي الصخرة فهد دورو فهدي فهد دورو فهدي ليسا حال انه يتقريبا عندي العمق 年 عنده يتقريب العمق حال 같아요 1 plastique فهد دورو فهدي هذا 1 km آ مسا تقريبا نقول 1-820 دقري سيوسو مفون 810 الى بقينا في نفس الشي الى اخدينا نفس الصخرة واني هاد المرة في واحد العمق ديال 1-5 كيلومتر شنو ترى للضغط الضغط زاد واني باش تصلب لي هاد الصخرة هاده شنو خاصها خاصها غير 700 درجة سيوسو بينما هنا فاش كانت عندي واحد العمق اللي منخافض شحال كانت خاص الصخرة باش تصلب انها خاصها 810-820 دقري سيوسو بينما واحد الصخرة اللي عندك هنا في واحد العمق اللي مرتافع بالتاني عندك دقت اللي زايد ضروف ديال تصلب ديال الصخرة هو 700 دقري سيوسو طيلاق من هاد المنحنة كنسنجو انه مع الزديات ديال العمق والضغط لبخيسيون ضروف ديال تصلب ديال الصخرة وللصخرة تحتاج غير واحد درجة ديال الحرارة اقل من المتوسط باش يوقع لها التصلب باش يوقع لها الكريستاليزاسيون والصوليديفيكاسيون مفوم؟ طبيعي الحال التصلب احنا هادرنا على هاد الماقما على هاد الصهارة هادي فكنا هادرنا على ثلاثة ديال ديال الظروف ديال التصلب يعني اما يوقع لها تصلب في الاعماق يعني يوقع لها التصلب ديال هذه السهارة تصلب لها في البلاسة اللي كتشكل لي فيها مفهوم؟ ولا كتصلب لها كتهاجر هذه السهارة كتهاجر لي واحد كتطلع واحد شوية في العمق تطلع تقريبا واحد شوية كتهاجر واحد المسافة اللي قسيرة كتصلب لي هنا في الوسط ولا كتطلع تال السطح وكتصلب لي على مستوى السطح مفهوم؟ دونك تلاتة ديال المجالات عليها التصلب لي في البرمجل كتكون لنت واحد تبريد ما يكون باطي هذه السهارة كتعلق لواحد تبريد ما يكون باطي ولا كتطلع هنا للوسط و بالتالي كتكون عنديendeu فروديس وميين واحد تبريد المتوسط ولا كتطلع تال السطح تبريد سريع ويكون على مستوى السطح الشعور في الألعاب السلالة من معلومة للسخور لانسه يميوم السلالة عندما يكون هناك يكون صغير لشعور على القائل بالضبط الوضع على الدulators في بعض المستدرات والانتشار من المجموعة في هذا السلالة في أسبوع اتوار والسلسلسل في نسبة سوار مجموعة ومن لمجموعة الألعاب والمجموعة ففي مجموعة ومجموعة في طبخير ذلك تصلب دي الصهارة القرانيتية تنخفض مع الارتفاع ديال الضغط كل ما كي تزاد عندي الضغط والعمق كل ما شفنا المنحنارة غادي كيتناقص بالتالي الظروف تيل تصلب كي كي نقصوه. نطعونا هنا مثال واحد صهارة كتتتتسلب في واحد درجة دي الحرارة بميوستين دنوغريسيسيوس إلا كان عندك واحد العمق قد يجوش كيلومتر عندما كيتزاد العمق ستا كيلومتر ترقل تزاد دهذة المدرجة دي الحرارة كتنك ستا كريبا 7000 ديليس كيلومتر دي مغمّا granي تيك exponentiellement شووت تتا كبير في الانتصار كانوا تشتع في قبر بالكبراءات ومكاتر في سوحطة 970 ديليس كيلومتر ل لتصبح ايئرها لطفق 100 ديليس كيلومتر أنه انتظام ريوليتي تكون لستقصر 30 ديليس كيلومتر كيومتر وكيوقع لها تبريد هنا على مستوى السطح وهنا فينك تتصلب على مستوى السطح لكي تشكروا لي واحد عنواع دي الصخور اللي كنسميهم لريوليت اتنين الفقرة التانية اللي فيها الريلاشن انتر غرانيتيزاشن اي فرماشن دي شين دي مونتاني العلاقة بين الغرانيتية بين التشكل دي الصخور دي الغرانيت طبيعة الهال والتشكل دي السلاسيل الجبلية الحديثة وغانا اخدو كميكيل علاقبين الگرانيت الاناتيكتيل وغانيت داناتيكسي ولي شين دي كوالي يوما السلاسيل ال الستويدان على عطونا هاد وتيقة اللي هي عبارة لوحد المجموعات اللي ميبيان هاد او الهد ميبيان الاول بطبع الحال كديمات تلتا دياليزاكس تلتا ديالي محاور البressions جيجاااااااالة التمپرature وا البرفونداخه ومق بالكيلماتر طبع الحال كيف يسمونها هذه المنحنة؟ كورب دي فورماتيون المنحنة دي التشكل دي صخرة الميقماتيون طبعا الحال تشاهده كله في المناطق دي الاستضام وإذا عقلتوا هناك ما في المناطق دي الاستضام؟ شفنا اولا الميتامورفيزم شنو تيوقع ليه؟ يكون عندي واحد صخور اللي الأصل ديالها طيني يكون عندي واحد صخور طينية تقالцы صخور الطينيت بن حد في مناطق دي الاستضام يكون عندي واحد قوان ديغاطية طبيعة الجبلية كيمسون الطبقة ديобразة اللي الأصل دي طوح ولكن أولاً يوجد مجموعة عادية للطبقة السخرية تهبطوه شوية تهبطوه واحد الأعماق المتوسطة ما فهم؟ تقدر توصلت قريباً سبعين كيلومتر ما فهم؟ أراوك، هذه السخور هذه فشكة من خافض؟ هي اللي كشبان عندي نيف هذه المنحنة هذا؟ منحنة هنا؟ لنكيبالي هذه المنحنة باللي راه تهبط عندي هذه المنحنة هذه الهبوط دي المنحنة بطبيعة الحال للهبوط دي لهذه الطبقة السخرية ماذا يؤدي؟ طبعاً يكون مصاحب الهبوط مصاحب طبعاً الحال بأن العمق يزاد لذلك السخور وعندما يزاد العمق قلنا بأنه يزاد التمبراتور ودرجة الحرارة ويزاد الضغط التمبراتور ودرجة الحرارة كانت نديجة النبل هما الفاكتور دومية أمورفيزم طبعاً هما العوامل للتحول بالتالي هذا السخور الطينية التي تكون عندي هنا في السطح ماذا يترى؟ التحول السلسلة التحولية التي كنا شاهدنا في المناطق دي الاستيضام كنا قلنا اش كانت عندي واحد سخرة طينة هي السخرة الأصل يتبع على طبيعة الحال التشكر دي السخرة الشيست متبوعة باش بالسخرة دي الميكا الشيست ومتبوعة بالسخرة دي الاش ديال القنيس دونك على هذا المستوى هذا انا اعتبروا هنا اخر السلسلة التحولية اللي هي القنيس طبيعة الحال قلنا فاشكي تزادوا عندي الفاكتور ديال الميتامورفيزم شنو كي ترى هذي السخرة ديال القنيس هذي السخرة ديال القنيس كي يقاليه واحد تحول جزئي لا تحول جزئي عفوان وانا من صيهار جزئي فوزيون بارسيال لاناو هالتحول هذا الوقع هنا من الاروش ارجيلوز من الصخورة ايطينية الشيست الميكا الشيست القنيس كل هالتحول هذا يتم في الحالة الصلبة لانو ديال هذه الملحنة شرحناها هو الملحنة اللي كنا شرحناها قبولة هذ الملحنة الصوليدس يعنى هو المشتر بمعنى الحدود يتصلب بمعنى أنه في هذا جهة للملحنة عندي صخور السائلة ولا عندي الحالة السائلة بتجاري هنا جميع الحليج التي يلقى فجأة صهارة تلقى شي ضيف بينما هذا جاته غلقى الصخور صلبة بفو هذا الصخور في حدود هذه اللحظة وهي القنيس التي أخبرنا آخر سلسلة تحولية فبطبيعة الحال تكون في الحالة الصلبة قلنا الشيست الميكا الشيست والقنيس كلهم صخور صلبة ووقع عليهم الميتا مغفيف في الحالة الصلبة وهذا تحول ما يمكن أن نسميه تحولي لما كانت تحول الصخور يكون في الحالة الصلبة لذلك كيف نصل هنا؟ كيف يبدأ المنحنة أولا؟ المنحنة أولا كبالية طلع لها من 40 كم تقريبا؟ طلعا بالتالي بمعنى أن هذا الصخور الذي كانت عندي هنا طلعات طلعات للفوق بالتالي هنا لا شيء توقع نحن قلنا هنا في التشكيل السلاسيل للإستيضام كنا قلنا نجولي على أشيء؟ نجولي طبيعة الحال على القيوة الضغاطية كما ترى هذا السماء قيوة الضغاطية طبيعة الحال لكن ما كانت توقع لها؟ كما تزاد عندي فرصة هنا طبيعة الحال قلنا هذا الصخور تحبط لتحت واحد الصخور تطلع لفوق هذا الصخور اللي تطلع لتحت فاكت تحول ومن بعد فاكت تزاد درجة الحرارة والضغط كما ترى لها تنصار وفاكت تنصار هذا الدوب فبحال قلتي تتير دير القيوة الضغاطية ما كيبقاش عندي القيوة الضغاطية بحال قلتي بقينا كنزيرو 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 ومن بعد فاكت ترخينا هذا القيوة الضغاطية وفاكت ترخيه بحال كيبقاش عندي بحال شكل القيوة تباعدية بحال كنت تزير تزير شيء وطلق شيء منها بحال كنت تتمدد Ye Это سخرة الميجماتيت هات السخرة الميجماتيت ومؤslاءы هي ديال ديال القنيس لانسهار الجزئي ديال صخرة القنيس. فهاد الميقماتيت قلنا هو فيه شوية صلب لفيه شوية ديال القنيس متحول وفيه شوية ديال الصهارة لان هذا المنحن اللي بالاخضر رقاعد جديل من اجياء رسائل. وانك هذا الميقماتيت راح نص نص كما قلنا هو صخرة هاجينة فيها النص ديال الصهارة القرانيت وفيها النص ديال القرانيت والنص ديال الميقماتيت. فطبيعة الحال من بعد كي كي تشكيل يا الميقماتيت في هاد المنطقة هادي في هاد لازعون هادي. وبطبيعة الحال بعد الزديد ديال درجة ديال الحرارة. والضغط شنقه يتراك انا احصله على تشكل ديال الصهارة القرانيتية كيم مكتشوفون اي ولي هي هادي القرانيت داناتيكسي. بطبيعة الحال هاد القرانيت داناتيكسي. القرانيت الاناتيكتي. لقلنا المميزة ديال هو انه كي تشكلي اوان في هاد ماناتيك ديال استيضام. والمميزة رئيسي دياله بطبيعة حاله هادك التزايد في الدرجة ديال ضغط الحرارة وكان مشيه من التحول للميقماتيت لمن بعد القرانيت القرانيت داناتيكسي. فقلنا الخاص سيادة هذه القرانيت داناتيكسي وهو انه كي يوقع ايه التسلب فالمنطقة اللي كي تشكلي فىها. دونك الغرانيت عفون تشكلي هاده. وبطبع tha التحال في هذا الميقماتيت فاضغ الجزء عنده غدي يوقع هاده، حسب في الغ refused total وike completion complete الانسهار الكلي. وغدي يعطي إنه الميقماتيت اللي هاد هادالميقماتيت هاده. القرانيت عفون اللي هو هذا فهذا الفقاعات اللي بينه هنا في هذا الشام هذا فهذا القرانيت هذا هو اللي كيشكليه القرانيت داناتكسي وقلنا الخاصية دياله هو انه كيوقع لي الصوليديفيكاسيون في المكان في الزوند فورماشيون دياله يعني كيوقع لي التصلب في هاد المنطقة اللي تشكلي فيها بينما الى هاجر لي واحد المسافات اللي بعيدة فما ما كنسميش لقرانيت داناتكسي وانا ما كنسمي واحد يسمو احد اخر اللي هو القرانيت اللي انديساسي اللي ما زالنا نشوفوه من بعد دونك تقدروا تكشبو هاد المعطايات بالنسبة لهات الشيادة وهات الشيادة بالنسبة اللي عندنا العلاقة ديال تشكل ديال صخرة ديال القرانيت في المناطق ديال السلاسل الجبالية شفنا متال ديال ليزان ديال كوليزيون ليهما مناطق ديال الاستيدام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته